جميل خصومة عائلية واحببوا الأخ عليه دين عند أحد أقار وقريبه عفى عنه وقال عفوت عن الدين الذي بيني وبينك ولا يلزمك دفعه لي ومرت الأيام ودارت الأيام وجاء هذا القريب وقال له اديني فلوسي فقاله ألم تتنازل عن الدين أنكر القريب ذلك الله أعلم مسيانا أم رجوعا في كلامه لا يزال القريب طالبه بالمال ولل لا أسامحك إلى يوم الدين كيف تحل هذه المعضلة شرعا الجواب عن هذا الدين أصلا ثابت بيقين فيه اتفاق إن عليه دين والمنازاء حول التنازل هو تنازل ولا ما تنازلش اللي بيدعي التنازل المدين والبينة على من ادعى إن استطاع المدين أن يقيم البينة على هذا التنازل قضي له بدعواه فالبينة على من ادعى وإن عجز فلا يزال الدين في عنقه ثابتا في أحكام القضاء التي تبنى على الظاهر وتوكل السرائر إلى عالمها وليس للمدين أمام دائنه إلا اليمين يقدر يحلفه يقولوا احلف يمين إن انت ما تنزلتش حق لحديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنقل لكن الذي ننصح به أن يتدخل بعض الفضلاء للصلح بينهم فإن هذا أوصلوا للرحم وأقربوا للتقوى وأنزع للسخاء من الصدور كان عمر يقول ردوا الخصومة حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يولث بينهم الضغاء عندنا في العمية المصرية قلتها إن وصلت للمحكمة بخربت اتدمت العلاقات وخربت إذا اختصمنا أمام القضاء قبل ما نوصل للمحكمة يتدخل المصلحون والفضلاء والشفعاء والوجهاء من أجل يجاد صيغة توافقية إن شاء الله نئسي البلد من الصين نشوف حل يرتضيه الطرفان بهذه الصورة طيب